تدين مملكة البحرين بأشد العبارات وتستنكر الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة بالجمهورية اليمنية ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد طاقم السفينة معربا عن خالص التعازي لأهلي وذوي الشهدين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الإجرامي الذي يعكس إصرار الميليشيات الانقلابية في اليمن على عرقلة كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي وتهديد حرية الملاحة الدولية ومنع المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب اليمني الشقيق وتشدد مملكة البحرين على تضامنها التام وتأييدها المطلق للمملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الكبيرة ومساعيها الدؤوبة والمقدرة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومواجهة الإرهاب بكافة أشكاله مؤكدة التزامها بالمشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلى أن يعود الأمن والسلم لكافة أرجائه وتتمكن الحكومة اليمنية من الاطلاع بمهامها ويؤدي إلى التوصل لحل سلمي وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها تنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر